السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن هذا الفيديو ستتعلم كل شي بتحتاج تعرفه عن Domain Name System لنفترض انو عنا ويبسايت موجود على EC2 Instance السيرفر له IP Address وعنا مستخدمين بدهم ينفذوا للويبسايت بس بدل ما نعطيهم ال IP Address الخاص بالويبسايت بدنا نعطيهم شي سهل لحفظ مثل Example.com وقتها بنحتاج الوسيط يقوم بترجمة Domain Name Example.com إلى سيرفر IP Address هذا الوسيط يدعى Domain Name System وهو ليس بمجرد سيرفر وحيد وإنما نظام موزع من السيرفرات على الانترنت Distributed System بمجموعة بتقدم خدمة Domain Name System كل سيرفر منهم بيكون بيعرف جزء من المعلومات اللي بتوصلنا إلى سيرفر IP Address يعني DNS تستخدم بنية اسم هرمية والمستويات المختلفة من الاسم بتكون مفصولة بنقطة مثلاً عنا المثال Domain Name عبارة عن www.example.com وقت أعلى مستوى بالهرمية يعني Top Level Domain رح يكون Com بيجي بعدها المستوى الثاني بالهرمية Second Level Domain عبارة عن Example بيجي بعدها www إلى آخره من المستويات إذا كان في عنا ضمن اسم الـ Domain هلأ الكمبيوترات بتستخدم هاي البنية الهرمية لحتى تقدر تحول Domain Name مثل بيجي بعدها IP مثل مثلاً لما المستخدم بيحض من البراوزر www.example.com هذا الطلب بيروح إلى سيرفر خاص اسمه DNS Resolver التابعة لمزود خدمة الانترنت يلي يمشتري كيم معه يعني وظيفة الـ Resolver أنه يستقبل الـ Queries ويقوم بترجمتهم إلى IP Addresses وذلك من خلال Domain Name System هلأ DNS Resolver ما عنده جواب كامل للـ IP Address المرتبط مع هذا الـ Domain Name ليحاول يجمع المعلومات بالتدريج من بقية السيرفرات ضمن منظومة DNS لحظة يعطينا الجواب النهائي هلأ بمثالنا DNS Resolver استقبل طلب لنفاذ www.example.com بعدها رح يبلش تجميع المعلومات بالتدريج ورح يبدأ بيسؤال Root Name Server عن www.example.com هلأ Root Name Server عنده معلومات فقط عن آخر جزء من اسم الـ Domain مثل .com.org هلأ ضمن مثالنا Root Name Server رح يرجعنا معلومات عن السيرفر التالي ضمن السلسلة يلي عنده معلومات عن .com هلأ يقوم الـ Resolver بإرسال طلب له ويسأله عن اسم الـ Domain كاملا مرة ثانية وقته يرجعنا جواب أنه أنا ما عندي جواب كاملا عن www.example.com بس بعرف سيرفر عنده معلومات عن .com بمثالنا هذا السيرفر عبارة عن Route 53 يلي هو عبارة عن Name Server خاص بExample.com Route 53 يقوم بدوره بالبحث ضمن السجلات عن .com hosted zone ويرجع الـ IP addresses المرفقين معه سنشرح hosted zone بتفصيل بعض شوي وأخيراً به المرحلة DNS Resolver صار عنده سيرفر IP Address يقوم بترجيع قيمته إلى الـ Web Browser بالإضافة إلى تخزينه ضمن الكاش لفترة يتم تحديثها من خلال Time to Live بحيث ثاني مرة لما يتم طلب www.example.com بتكون الإجابة جاهزة ضمن الكاش ومع في داعي نروح نلف هاللفة كلها عند هاي المرحلة الـ Web Browser يقوم بإرسال الطلب إلى الـ IP Address مرتبط مع .com يعني للسيرفر يلي تم استضافة الـ Web site عليه يلي يمكن يكون عبارة عن .com أو .com وهو المطلوب نلتقي بالفيديو الجاي والسلام عليكم . . . .